السلام عليكم و مرحبا بكم عندي في القناة اليوم ان شاء الله هدي نحضر معكم خلية نحل مالحة بحشوة لديدة بساف بعجيل لسحري قطني وارطب فخليكم معي حتى ناخر الفيديو باش تعرفوا على المقادر وايضا طريقة التحديد فعلى بركة الله كأول مرحلة نحضر الحشوة اللي هنحتاجوا فيها تستديا التجاج اللي قطعته مربعات صغيرة لدي واحد البصلة مشلدة واحد الحبات ديال القرعة خضراء اللي حكيتها بالحكاكا غليطة جوج الحبات ديال الجازر اللي حتى هما حكيتهم بالحكاكا غليطة عندي شوية ديال معدنوس والتاوبيل عندي الملحة الخارقوم سكين جبير ليبزار شوية ديال الزعتر وزيت السيتون فعلى بركة الله فوحد المقلات وفوق النار هنضع شوية ديال زيت السيتون نضيف عليهم الصدر مقطع ديال الجاج حبات ديال بصلة مشلدة شوية ديال الملحة شوية ديال اللي بزار وغنشحر شوية هدستر ديال الجاج مع البصلة ومن بعد غدي نضيف عليهم الجزر اللي حكيتوا بالحكاكا غليطة وايضا القرعة خضراء غدي نشحر شوية هاد الحشوة ومن بعد غدي نضيف عليهم التوابل اللي سبقلي دكرت معاكم فغدي نبقى مستمرة بالتحريك حتى نحس بلي هاد الحشوة طابتلي فضروري هاد الحشوة تخليوها الطيب حتى تنشف ما تبقاش فيها الكمية ديال الماء حكدا باش ما تفزك لكمش العجينة ومن بعد غدي نضيف المعد نوس كاخر مرحلة حكدا باش كيبقى محافظ على اللون وعلى طعم دياله ومن بعد غدي نطفع للنار وغدي نتسنع له هاد الحشوة اخليها تبرد جانبا وغدي ندوزو ونحضروا دابا العجين اللي هنحتاجوا فيه نص كاس ديال الحليب دافي ربع كاس ديال زيت المائدة ياغورط طبيعي معلقة كبيرة ديال الخمياء ديال الخبز نص معلقة صغيرة ديال السكر شوية ديال ملحة وعندي هنا ثلاثة الكيسان ونص ديال الدقاق اللي مغربل فواحد الاناء نضاع معلقة ديال الخميره هنضيف عليها الحليب دافي هاد نخلط شوية هاد الحليب مع الخميره من بعد غدي نضيف نص معلقة صغيرة ديال السكر ربع كاس ديال زيت هنخلط واحد شوية هاد المكونات من بعد غدي نضيف عليهم ياغورط طبيعي بالنسبة هاد الياغورط كيزيد واحد الخفة للعاجين وكيخلي هاد العاجين يجي طاري اكتر اذا ما توفرتوش عليهم مشي مشكل ومن بعد غدي نخلط شوية وغدي نضيف تقاق بالتدريج كاول مرحلة غدي نخدم عب الخلط اليدوي من بعد غدي نضيف الملحة اللي خليتها حتى الاخير سوف نستمر بالتحريك وانا كنضيف تقاق من اللي غدي نشوف العجين باللي راه قصح غدي نستغنى غنستغنى على الخلط اليدوي غدي نضيف تقاق وغدي نجمع هاد العجين بيدي غني نضيف تقاق والتقاق بعد غني نضيف سطح العمل وغدي نضيف شوية حتى الضيفة نضع العجين في الآجين نضع العجين في الآجين نضع العجين في الآجين نضع كرات صغيرة نضع العجين في الآجين نضع سطح العمل بالزيت حشوة لبردات اضافة جبن الأحمر اضافة اضافة الإناء المال اضافة اضافة نضيف الزجين نضيف الزجين نقوم بسعها نضيف الزجين نضيف الزجين نضيف الزجين نضيف الزجين نضيف الحشوي نسيق العجين نستطيع هذه العجين وضعها في الأنية نضيف حشو نضيف حشو نضيف حشو نضيف حشو نضيف الحشو نضيف نضيف فائد نضيف فائد نضيف فائد نضيف فائد نضيف فائد و نضيف الفرنك نضيف فرنك خلية معجنة خفيف مقطن ناجح من اول تجربة خلية نفتح لكم ضروري عملي نضيف حشوة نضيف حشوة نضيف حشوة نضيف حشوة على حسابي فهنا كنوصل لنهاية الفيديو كنقل لكم اذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش من لايك والاشتراك والبغتاج مع الاهل والاحباب دمتم في رعاية الله وإلى وصفة قادمة بإذن الله